نفس الأنامر التي يصحح بها أولاق تلميذه ويحضر بها الدروس يستعملها عمر أستاذ مادة التاريخ في حرث أرضه وزراعتها علّه يغطي حاجات أسرته فراتبه الشهري لا يمكنه من ذلك نغرس في الفول، نغرس في الطماطيج، نغرس في الفلفل، نغرس كذا طبعاً للإستهلاك المحلي، يعني للإستهلاك العائلي موش باش نبيع ولا للإستهلاك العائلي طبعاً هذا يعود الحاجة كم تعرفوها، يعرفوها جزائريين وهو لي الضعف القدرة الشرائية على الأستاذ بعد 27 سنة من العطاء في مجال التعليم ما نش قادر بالشهرية نتاعي، بل أجر نتاعي نتاع شهر ما نش قادر باش نفر القوت تاعي نتاع أولادي لمدة شهر كامل خبرة 27 سنة في التعليم لم تكن كافية لتوفير راتب شهري يكفي الثلاثين يوماً وهو اليوم يأمل خيراً في الإصلاحات الجديدة التي تسعى لرفع قدرة المواطن الشرائية الذي ينتظره الأستاذ والذي ينتظره الموظف عموماً هو طبعاً الرفع في الأجر، الرفع في الشهرية نتاع الموظف اللي الآن راه يعاني، ورانا نقوله ونعوده أنه موش قادر يعني مع ارتفاع الأسعار اللي نسميه جنوني نتمنى منها إن شاء الله، نتمنى من القائمين على هذا الموضوع سواء الوزارة التربية أو في الوظيف العمومي أن ترفع إلى حد يحفظ كرامة الموظف حال هذا الأستاذ لا يختلف عن حال البقية من موظفي القطاع العمومي وحتى الخاص الذين اضطروا لمزاولة مهن ثانية لتسديد العجز الذي يصاحبهم في تسيير حياتهم اليومية ترجمة نانسي قنقر